الدعم السريع يتم القبض على اتنى مولدات كهرباء طلع القحات ده كلهم بغضهن وغديضهن الله لا كسبكم خير طلعوا ببناتهم وبسجم وسخنا قال لك الدعم السريع يضبط اتنى مولدات كهرباء انا اذكركم اذا انتم فيكم خير تذكروا لما انهيبه جات الدعم السريع والله عبد الرحيم دقل وقبضنا ما بعرف كم ولتنا وبتاع اتو اتو وسخ تتكلم عن عن ياتو قوة مدنية انت دا انت تتكلم عن عن اي قوة مدنية اي قوة مدنية انت دا انت تتكلم عنها اه قوة مدنية دا انت تتكلم عن الانت 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 تت ساميس طلعت تصريحات. قال ليك المدعي العامي تاع المحكمة الجنائية يطالب بشطب البلاغ في حق البشير واحمد هارون وكوشيب. الكلام ده تده خلوا. الكلام ده خلوا. خليه نوش ليه? للإفادة بتاعت المدعي العام. التقرير المشا قدم المدعي العام. يمكن عمله في مجلس الأمن ولا حاية. قال انا اطلب من الحكومة السودانية تتعاون معنا. تتعاون معنا في جمعة الأدلة. يعني المدعي العام ده كريم خانده. وهو امس بخاطف المجتمع الدولي. بيقول لهم يا اخي ساعدونا في جمعة الأدلة. يعني ما عنده أدلة. ما ما عنده أدلة. الكلام ده انا ما انتجي تربط به بعدم كفاية الأدلة. قال ليك دارينا فيكوا البشير. بعدها المجتمع الدولي تصدحت بيه ورأسنا وطلعت بيه ابوهنا ومجتمع دولي. ونحنا داينا ودي البشير. الله هاي ونحنا سنحاكم البشير. والمجتمع الدولي سيقيف معنا ان احنا زمان قلنا لكم هنا. ما ما بتعرفوا سياسة. ما بتعرفوا شي. والله انتو قند عارفوا سياسة. كان سمحتوا كلامنا زمانك وشكلتوا محاكمكونا الداخلية. وحاكمتوا البشير. زمان ما قلنا لكم البشير ده ما بمشي لهاي. حاكموا يوا البلد قاعدين تضحقوا. تقولوا كي زان. هس كريم خانده بيقى كوز. فولكر بيقى كوز. بعد شوية الامة زاتها هيطلع اقول لك بايدين كوز. ما الاعلام المصري. نس خاصية طلعوا قال لك اوباما زعيم التنظيم العام للا اخوان المسلمين. واخوه في كينيا هو الماسكة الملفات نمنعصرن با نمنعصرن اوباما. هس بيطلع يقول لك كريم خاند زاتو كوز. هس هس دراء المجتمع. ليه المجتمع الدولي ده مجتمع منافق. مجتمع منافق. بمعنى الكلمة لو يتدار تعرف مجتمع الدول اليوم مجتمع منافق تعشف قرارات الليلة. زمانك البشير. الله هاي محكمة العدل. بس ولا قاعدين يسألوا مين مزادين. شالو كوشيب وادوه فرحانين جاتون المرة في القرطوم. قالت لهم تاخدت لي تمانية مليون دولار في في الطربيزة هنا. دايرين 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 نحاكم لكم كوشيب تمانية مليون. قال لك الحقه والشراب حقه ونظافة الحمامات وغسيلة الملايات وملابسه وكل الكلام وعلاجه وكله. العلاج حقه وخدماته كل الخدمات حقت كوشيب. جابوا لهم فاتورة قال لهم تمانية مليون دولار في الطربيزة هنا. تتكلموا عن مجتمع الدوليات ومجتمع الدولي. لان مجتمع الدولي اصلا قضية دارفور دي. عارفين ان احنا فيها مشكلة. لكن الاتهام كان مسيس. كان مسيس. عشان كده الليلة جوا. قال لك المدعي العام في مجلس العام قال له انا دايركم تساعدوني عشان نجمع البيانات. بعشوها هاي يقول لك ما في بيانات. بعشوها هاي يقول لك لعدم كفاية الادلة. لانه القاضي اللي قاعد في لهاي ماذا يا القاضي بتاع السودان. انت ممكن اهي ممكن في السودان تمشي ترشي لك قاضي بهينا وتجيب لجنة ازالة تمكين بهينا وتجي تسرق لك بهينا وتجي تاكل بهينا. لكن في لكن دا مجتمع دولي. دا ما بتقدر تشتريه. دا ممكن تشتري السياسيين فيه. لكن القانون صعب انك تشتريه. صعب انك تمشي لهاي تشتري قضاة المحكمة. لانه لو عملوا كده بتقى صابقة خطيرة في في تاريخهم يعني. وبعدين هيحكموا بشنو? هيحكموا بال بالبينات القدامون. الليلة طلع المجتمع الدولية يا غازل يا غازل يقول لك انا والله ما عندي كفاية الادلة وما عندي كفاية البيانات. وانا والله المحكمة ذاتها متعبة ومرهقة بالنسبة لك. وانت يا قحاتي قاعد تجقلب. انت اصلا وبنيت لك نشروع وطني داخلي. انت ذاتك اصلا قحاتي بتلعها لتسلك الليلة يقول لك نحن دارين جبهة مدنية. انت الجبهة المدنية ما لك ما بنيتها. انت وقد كنت حاكم عندك اهليات الدولة. ما كنت تبني جبهة مدنية موحدة. تقوم على العزة وعلى استقلال القرار. تقوم على القرار الوطني. انت زوان لما نقول لكم ما تجروا مجتمع الدولي. لانه المجتمع الدولي ممكن ممكن. اسمعوا كلامي ذا. المجتمع الدولي ذا ذاته. اذا رأى مصلحته غدا. انه البشير دا يجي راجيه يحكم السودان ما عنده مشكلة بيجيبه البشير بيحكم السودان. المجتمع الدولي مصلحته صلاح قواش يحكم البلد بيجيبه صلاح قواش يحكم البلد. المجتمع الدولي ما تجي تقول ليه والله لانه انا طبقت المسلية. ولانه انا والله مع قوانين سيدا. لا لا لا. مجتمع الدولي له عنده عنده حسابات مادية بحسيمة. واحد زايد اثنين بعمل تلاتة اربعة. وامسا انا قلت انك في معادلة يسمع معادلة روسيا والصين. دي ما خشت اصلا دي لاسيا ما خشت في المعادلة. للان للان ما خشت في المعادلة. امسا الناس بيسمعوا في الاخبار. الرئيس الاسرائيلي مش الامارات. عبرنا جواب بتاعت السعودية فك الحزر وما بعرف خش نزل في الامارات. الامارات دي مش مطبعة مع اسرائيل. مش اجابة المشروع بتاع ابراهام ده. المشروع بتاع الدين الابراهيمي وانه الناس كلهم حاجة وحدة وملة وحدة. وملة ابيكم ابراهيم. والذي سماكم بالمسلمين يعني. معنى الاية انه ربنا يقول ملة ابيكم ابراهيم. سماكم. المسلمين دي جات من هناك. الناس دي البعض رجدوا للاسرائيل. عملوا كلام ده كله. امس. لمن الحسين ضربوهم. مش الاسرائيلين قال لهم والله دارين 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 تدونا القبة الحديدية. نحن حولفاكم. نحن مررنا لكم المشروع بتاع التطبيع. نحن بقيناكم الناس. الاماراتيين مش يحنسوا. يحنسوا التحنيس في. انت عارفين اسرائيل قالت لهم شنو قال لهم لا لا ما بنديكم. قال لهم ما بنديكم مش القبة الحديدية ما بنديكم لا. هس هس الاماراتيين يبكو. وفي نفس الوقت الغربيين ذاتهم بنجي بدعموا الحسين بينك. ما بدعموا دعمي مباشر بدعموا عبر السعودية. يقول لنا السعودية افتحي له اكصد عبر ايران. يخلوا الدعم يصل للحسين عبر ايران. وممكن يخلوا يصل عبر حزب الله. لا لانه دارين يضعفوك. مش هتت تقول لي والله فتحت وعملت سفارة وجاك اسرائيل. قال ممنnadi. ده امني قومي. المجتمع الدول ليんで ما **** تعملوا معهم بسازاجة حقققتهم دي. السازاجة اللي انتية هاي شغاليون والله البشير والكيزان و vasوا رو رو والكيزان دقونه دا 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 كلام ساكن دا دي بضايا المجتمع الدول اللي ما بيشتغل بها. ولذلك انا دار اقول. انه حرب الاشعاد. الام في شاعات تعيدنا جدا شغالة. وطبعا الهدف منها هو اضعاف الدولة. هم ماشيون. انه يكون تنهار الاختصاد. تنهار الدولة كلها. هما ده الهدف. هسي الاشاعات اللي يقول لك ضبط مشاحنات في الشمالية عربية فيها ما بعرف خمستاشر مليون تلتمية مليون جنيه ما بعرف. الكلام ده كله كذب والله. والله كله fake news. ومصر لم تتأثر اصلا بال بال يعني هسيت مفتكر انه الاقتصاد في مصر هناك ويقف صح? طبعا في ناس هسي مفتكرين انه ترس الشمال ده وقف عن اقتصاد في مصر. ووزعته ما? ووزعته الزولة البيجي بيقره ده ما بيعرف يعني هسي انا كان سؤال تقول له. كده كلمني عن الناتجة الاجمالية بتاع الاقتصاد المصري كم? اقتصاد مصر ده في السنة كم? حجمه كم? خمسين مليار? حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر كم مليار? هل بيعادي المليار? سؤال بيعادي المليار? اي مصر بيتصدر الفول والسيمسين وده كله? نيابة عنه ان احنا قاعد تصدر. لكن انا هسي بس اعلك سؤال. هسي انت اللي هسي قلت دائرة الفول يقيف والدكوة تقيف دي. هسي انت السيمسين والفول لك انا ادوك هتعمل بيجي. هتعمل بيجي? سؤال هتعمل بيجي. مصر عندها بنية صناعية تاخد. عندها مصانع شغالة. بتستوعب بتجي الفول لا بيخوز بيطحنوه بيعملوه دكوة بيجي السيمسين بيحصروه. عندنا البنية بتاعت المصانع. انت عندك مصانع سؤال عندك مصانع? ايه تا ال 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 بتكفل بتاعت الاقتصاد ده بتاعمل كده بتاكفل ترس وطوالي تقول شوالة. شوالة السيمسين ده هيمشي بوين? هاي. الدكوة حقا تقياها ديها كيف? البهايم حقا تقل بتتكلم عنها الماشية دي. ايه تا الان عندك البنية بتاعتها? عندك المسالخ? عندك المبردات? عندك الطرق بتاعت الشحن? عندك طرق التصدير? هس يجدت اللحمة حقتك دي? دار ما دار تصدير ما دار توديها بهايم. دار تصدير اللحمة. هتصديرها كيف? يا اخي نحنا عيد الضحية الجلود بتدفل المجاري. عيد الضحية المجاري بتاعت المياه من كترة الجلود. ليه? لانه نحنا الجلود بس لانه بتكون شوية كتيرة. ما قادرين نعمل معالجات للجلود. في نفس الوقت. مصر دي بتشيل بهايمات دي بتوديها بتبيع اللحمة وتستفيد من الجلود والحوافر في الزرائر. وفي ده كله. لانه عندها البنية. انت عندك? هس يسوال عندك? هس يسوال الدافل شغالين شاعات في البلد. هنأكل هنأكل. الوضع دي لو يستمر تاني شهر شهرين. ما هتلقى مزارع ذاتي يزرع لي. لانه المزارعة البزرعة ده هو مظلوم. واي حاجة. لكن المزارعة البزرعة ده نمن يوح طلع انتا يدائر قروش. لانه عنده احتياجات دواء تعليم صحة مصاريف بتاعة البيت حاجات زي دي. عشان يستمر في الانتاج حقه. اتنا ما انت اتكلم عن انك دار توقف الصادر ما في مشكلة ما تصدر. اصلاك لا تصدر بهيمة لا تصدر سمسم لا تصدر سمق ما تصدر اي شي. لكن امشي اعمل الوسائل دي والوسائل دي بتاخد وكيد. يعني بتاخد لا لون تايم كده عشان تعملها ما بتدعمل بالسائل كده. انت في الاطار ده. ابدا يتكلم عن انه حياتك دي بدل تمشي بالجنيه السوداني تمشي بالدولار. تمشي بعملة بنكية. معاملات بنكية. دي 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 الليلة بتقدر تعملها. هس الليلة الليلة تقدر وزارة التجارة بالتعاوم مع وزارة المالية. انه اي صادر يطلع القروش تعملها دي بوزيت في البنك. يعني ما يعني ما يكون قروشك اي زلداني يجي اشتري. من مصر هناك. تقدر تعمل دي بوزيت لجروشك في البنك من مصر. تاخد جروشك في البنك تجي تسلم بمعاملات بنكية عشان تتأكد انه الجروش مع مزورة. او تبيع بالدولار. كويس? دي الحياة اللي انت محتاج لها الان. لانه انت ما عندك. انت بحشوية البهاي مديز قطع بتموت. لانه ما بتقدر تهكيلها.